موسيقى لسا مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين في نسخته الأولى وموجودين معاكم دايما من الحفلات الغنائية اللي مكسرت دنيا والناس بتستناها والنهاردة إحنا موجود معنا واحدة من أهم الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي الحقيقة أنهم دماغهم مختلفة وحلوة لأنهم الموسيقي خاص بيهم جدا جدا أغنيهم مكسرت دنيا من أول رأيتك معايا وحاوي وصباحك كل الأغاني التراثية كمان اللي غنوها لسايد درويش وكسرت الدنيا رحبوا معايا بالفرق الموسيقية مصار إجباري أهلا بيكم نورين أهلا بيكم يعني عايز أعرف أنت بعضكوا بدايةا كده عن العالمين أول ما وصلته شايفين إيه اللي اختلف في المدينة وانت بعضكوا كمان عن مهرجان العالمين في نسخته الأولى وإزاي ممكن المهرجانات الغنائية دي تخدم وجهت سياحية جديدة زي العالمين هو أنا كنت جئت العالمين الثاني اللي فاتت كانت يعني مش حقولك ربع ده كانت يمكن واحد على عشرة من ده دلوقتي بايت مدينة مدينة قائمة طبعا بحرها الفضيع يعني فإحنا لأ أنا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل وأتمنى الناس أنها تكمل ده وتحافظ عليه يعني كويس حيني أنت طبعا هني الدقاء المغني الخاص بمصار إجباري يعني عايزة كمان أعرف قيمة الحفلة بالنسبة لكم النهاردة إيه؟ وأنا متأكلا أن أنتو على مرة السنين اللي فاتت كانت في الساعتاشر سنة تقريبا كنتو حارسين أن أنتو توصلوا للناس حتى في كورونا كنتو بتعملوا حفلات أحكيلي كده عن الأجواء النهاردة وأنا مفصولا أن أنا معاكو باكستيج وبتحضروا في كواليس الحفل بصي فكرة أننا بنلعب حفلة في السحل الشمالي دي بتفكرنا بأيام العجمي زمان لما كان عمر دياب تو أصلا خماسي اسكندراني يعني ده بفكرنا جدا بأيام عمر دياب لما كان بيجي يلعب في العجمي وصعداء إن ستاج لذيذ زي ده وإن الناس تبقى موجودة وتسمعنا هنا في السحل الشمالي وفي مكان سياحي ولذيذ لا ببسطين جدا يعني أتمنى الحفلة تطلع حلوة إن شاء الله والحفلة أعتقد يعني يمكن سول داوت الناس كريب تتكلم على الموضوع ده سيوم عايز أعرف رأيك تعرف الناس بنفسك ودورك في الفرقة أنا محمود سيوم أعلم الجيتار سبت عمساري كبري آه إحنا الخبر بتاع السول داوت ده بسطنا جدا جدا بشراحة وبصي حفلة الحفلة كمان يعني أي حفلة بتحضر لها كويس على سكيل دا وعلى الحجم دا زي ما نشايف him الستيج والمساحة كده بنبقى Senator حفلة في السحل الشمالي أنا معاني جدا عشان أنا دفعته عاجماوي التزين acceptance طب Singhalia طبعا إحنا خمسة اسكندرانية فحفلة في السحل دي بالنسب ALLA كأنها حفلة في اسكندرية فكده كده ليها طعم ولما بنيجي نشوف تحضيرات وحاجة بالمنظر ده يعني بدي مقاموا متحمسين اكتر فان شاء الله حفلة حلوة والناس كلها تتبوصوا ده ان شاء الله منتظرين طبعا ايما انا عايز اعرف استعداداتك للحفلة وفاكر اول مرة طلعتوا فيها على المسرح من كم سنة ودلوقت الاختلاف واحساسك وكل مرة بيبقى عامل ازاي طبعا فاكر اول مرة طلعنا من كان الفين واربعة تقريبا اول مرة طلع مع بعض قبل كنا بنعمل حاجات مختلفة كانت لسه متهالي ما بقاش اسمها مصار اكباري في الفين واربعة بالزبط يمكن تقينا في الفين واربعة مصار اكباري كتت حفلة كبيرة وبعدها بقى بتسلم من اول وقت الحد ما وصلنا الحد هنا موضوع بالنسبة لنا طبعا مبهر جدا مكان زي ده في مدينة سياحية زي هنا احنا يمكن من شهر كنا في مهرجان حمامات في تونس حابين اقوي فكرة ان مهرجان في مكان سياحي معمول للناس نتيجة مبسط فمفصين يبقى موجود في مصر داي ممكن ما كانش موجود قبل كده خالص انتو ليكم مهرجانات في الوطن العربي وكمان في فرنسا او في دول كتير اه بارا مصر وراما محارسين على المشاركة في كل المهرجانات ما ناس كانت رانية فاحنا من زمان كان عندنا فكرة العلاقات مع الثقافات التانية نحنا نجرب حاجات وكده فمن زمان احنا بنركز فان احنا نلف بالمزيكة بتاعتنا طيب حافظ عايزة اسمع احساسك النهاردة بالحفلة واستعداداتك للحفلة هو فعلا لما ابتدنا ما كانش فيها حفلات بالضخامة دي احنا كنت زمان بنشوف مسلا فيديوز لفرق كبيرة زي بينك فلويد او ناس كتير بتشبهكوا ببينك فلويد انتم متأثرين بيهم كلنا من الفرق اللي احنا كلنا مجمعين عليها يعني فكنا بنشوف حفلات بالضخامة دي بالاستعدادات دي بعدد الجمهور الكبير تدريجيا الموضوع ده بقى يحصل هو الموضوع بس مش موسيقى بس كمان الموضوع ليه علاقة بالنس بتوع الصوت بتوع الإضاءة بتوع بين الستيج بتوع الفنيين وبتوع التصوير موضوع يعني صنع خلايا نحل بصراحة بتشتغل في مهرجان العالمين يعني وبنشوف ده في الانتاج المبهر للحفلة بالنهاية احنا احنا عموما اللي بيقادوا بيهم دول في الصورة بس ورا كده بيقى فيه ناس كتير شغالة وكل الموضوع نفسه تطور بشكل كبير المدار سنين وشاهدناه هو بيتطور ومبسوطين فيه حفلات بالحجم توسيا عايزة عارف منك بداية الحلم بتاع مصور اجباري كان عامل ازاي وانتو كنتوا كل واحد فيكم يشتغل ايه اصلا يعني هو موضوع الموسيقى ده جي ازاي انا كن المشترح جات تانية هاني كمهندس معماري ده عملتها ازاي دي اقنعت الاهل ازاي سيام كان رجل دفتور في الجامعة بيعزب الطلبة بتاعدي ما شاء الله جيب لهم تحنات سعبة وكده ايما كانت شالف البترول وحافز كان مدير هو كله كان وانتو سيبته كل حاجة ومعزوا مع النزيك احنا فول تايم اصلا ايه خلاص اه وانا كنت ضابط لفترة من حياتي طويلة كمانيمان فانتل اه infانتل فمو كسبهاك الاخر اقبيق عرف الناس كلها وسيبقى عليك الاخر فطبعا كان حلم كمان ان احنا يبقى عندنا بثالي كلنا احدنا watched the stage اللي شابه وفي كل прилوء بالاضاقة ال pew till產 الكبير الموجودة السم allapremise بالشمس بالحر نحناkarش جلي لكنى الغدي Fin داو الاسبوع دا حلم بدرجة الحرارة انخفضت شوية اخصوصا مع اللي بيحصل في العالم ارحم الاسبوع الفاتحة الحمد لله فهو كان الحلم ان احنا نبقى فينا على بالسيت اوب دا وبالامكانيات دي وبالاداة دي وبالسود دا فالحمد لله ان هو يعني يتحقق من بدري شوية بس برضو الامكانيات كل شوية يعني الاستجاد كمان في مصر كل شوية بتتطور والاجهزة والعدة بتتطور وكمان الناس اللي بتبرودوز حاجات زي دي الجهات اللي الدخلة في البرودوكشن بتات حاجات زي دي بتحاول تعمل حاجة كويسة انتو بتفضلوا ان انتو تشتغلوا على قلب مرة واحدة وتنزلوه ولا دلوقتي السوق الموسيقي بقى رايح للاغاني السنجل كل شوية اغنية تنزل كمان الاغاني الاقاعية الناس بتحتى المطربين اللي ما كانوش بيغنوا اللون دا من الاغاني بقوا بيغنوه تختاروا ازاي الاغاني اللي المفروب تنزلوا بيها بص فيها اوقات بتبقى فترة معينة من الزمن بيطلع فيها ثلاث اربع اغاني او مجموعة اغاني دي ساعتها بنسميها البوم واوقات كتير قوي بيجيلك الهام تعملي اغنية معينة وبيبقى مشروع كامل على بعض بتنزلها سنجل فاحنا بنحب الاثنين الحقيقة بنحب بنعمل حاجات سنجل وبنعمل فكرة الالبوم اوقات بنبقى بنفضل فكرة الالبوم اللي كله مرتبط ببعضه والاغاني كلها بتطلعك لحتة واحدة اه يبقى فلسفي شوية كده بنفضل اوقات الموضوع ده اه بس اللي جاي غالبا حنعمله بالشكل ده انه هو الالبوم مرتبط ببعضه الاغاني التراثية وانتو لما غنيتوا انا هويت لسايد درويش كسرت الدنيا اه اختيار اللون ده من الاغاني ان انتو تقدموه بطريقة الراك والجاز والموسيقى المختلفة بتحيي التراث بالنسبة للاجيار اللي ما بيسمعش سايد درويش هيسمعه من وصار اكباري ازاي بتجيلكوا الافكار دي وعندوك استعداد ان انتو تفضلوا مكملين في الشكل ده اه طبعا عايزين نكمل في الشكل ده اولا هو السايد درويش ده الواحده موضوع كبير اه فاغانيه عايشة والراجل الاغانيه عايشة احنا يمكن كل اللي احنا عملنا ان احنا غنيناها بالطريقة اللي احنا سمعناها في المزيكة فعمل الميكس اه سواء اه حق الناس حبيته او الناس ما حبيتهوش بس اذي ميكس معين اه مختلف يعني اه سايد درويش احنا لو لعبنا كل اغانيه حتى بمناسبة للعصر ده الناس هتتبسط بيها جدا سواء كلحن سواء ككلمات فلا احنا لسه فيه كتير سايد درويش ان شاء الله هنعمله يعني انا عايزة حاجة اكسكلوسف في اللي جاي ايه الجديد والنهاردة محضرين ايه في الحفل النهاردة هنالعب لهم اه الالبوم الجديد اه اللي هو يعني في ونية تقريبا ما طلعبتش قبل كده خالص غير فدي حتبقى اول حفلة فيها تتلعب ان شاء الله بس لا محضرين شهات اغاني اللزيزة اسكندرنية صعبين وحنالعب شهات اغاني اخد منهم الاجابات وحنالعب شهات اغاني من القديمة عشان تبقى مفاجأة حالو عشان تبسط بيها الناس اصلا اتعودت انه في حفلات مهرجان العالمين دايما في مفاجئات وبتبقوا محضرين مفاجئات فحتى تكون منتظرة منكم النهاردة مفاجئات اه لا ان شاء الله هنفاجأوا من نهاردة من حفلة حالو ان شاء الله ان شاء الله جود لك وانا مش عايزة اقعدكم في الشمس اكتر من كده لس انا عايزة اختم معاك هيني تختب لنا بحاجة صباحك تختب لنا بتقع وتقوم اخترين صباحك دحكة بتسكر ساعاتي الجاية من يومي صباحك عين بتختر لي بيزق الحلوي في هدومي تدوم الدحكة دي ويدوم وجورك كل اول يوم لاني الشمس مش بتقوم لا بتقوم والله حبتِ أفلي متقومي مرسي أسعادتونا جود لك شكرا مرسي مصار إجباري النهاردة في حفل العالمين في مهرجان العالمين في نسخته الأولى استنوهم إن شاء الله حفلة قوية جداً وحتكسر الدنيا شكرا شكرا